أرحب بضيفنا الإعلامي السعودي الأستاذ عبد العزيز الخميس أهلا بك أهلا وسهلا وضيفنا الثاني في الأستوديو هو الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس باريديس باريس عشرة أستاذ رامي الخليفة العلي أهلا بك ألتحق بنا من صنعاء عبر القمار الاصطناعي مدير عام قناة اليمن اليوم الأستاذ محمد الردمي ربما أستاذ محمد إن كنت تسمعني إن كان الصوت واضحا نبدأ معك كيف هي الأوضاع ميدانيا اليوم بعد الإعلان الرسمي عن نهاية عصفة الحزب نعم الشارع اليمني إلى هذه اللحظة لا يثق كثيرا بالإعلان الذي سمعناه أمس هناك قلق وتوتر وهناك أيضا في نفس الوقت أمل في أن هذا العدوان ربما ينتهي بالفعل لكن لا زال الخوف مسيطر خاصة مع أنباء عن استمرار طيران العدوان بقصف بعض المحافظات كمحافظة تعز بعد إعلان وقف هذه العملية وأيضا ما حدث البارحة من قصف لمناطق سكنية خارج أمانة العاصمة في إطار محافظة صنعاء نفسها فالتوتر مخيم والقلق هو السائد هنا والجميع هنا يريد أن ينتهي هذا العدوان اليمنيون يريدون أن يعود السلام إلى بلادهم وأن يعيشوا كما ينبغي نعم أستاذ عبد العزيز الخاميس يعني زميلنا في المهنة من صنعاء يتحدث عن عدوان نعم يعني يقصد السعودية يعني كيف يرد السعوديون على هذه الاتهامات بالاعتداء على بلد عربي طبعا هو لا يقصد السعودية فقط يقصد السعودية مصر الإمارات قطر بحرين كويت مغرب أردن كل هؤلاء عدوان يعني ما شاء الله والحوثي وإيران والتعديات التي تمت على محارم الناس في صنعاء وأعراضهم وأملاكهم واحتلال البلد واحتلال العاصمة وسجن ومحاصرة رئيس البلاد واختطاف الوزراء ورئيس الحكومة وكل هذا التعدي والقتل ابتداء من صعدة وصولا إلى عدن لا يعتبر عدوان التدخل الإيراني وتسليح جماعة شرذمة وعصابة عصبة بسيطة من اليمن لتحتل إرادة وتصادر إرادة اليمنين لا يعد عدوان لكن حينما يستنهض الرئيس الشرعي لليمن أخوتي العرب للتدخل ولإيقاف العدوان الإيراني الحوثي وعصبة بني صالح على اليمن يعتبر هذا عدوان على العكس هذا هو التحرير والتحرير مستمر وهم الآن يتألمون هم وإيران وشكرا لعاصفة الحزم ومعا في الطريق لأعادة الأمل للشعب اليمني وليس لنا نحن مع الشعب اليمني كسعوديين وكل الدول العربية ومع الإرادة العربية وعودة اليمن عربي وليس إيراني مختطف لمصلحة الملالي ولمصلحة عصبة الملالي الذين نشروا الرعب في اليمن عاصفة الحزم أبدت الحزم والآن نرى أن هناك إعادة للأمل بعد أن نجعت في تدمير البنية التحتية للحوثيين وليعالي عبدالله صالح وأصبحوا يحاربون بالكلاشنكوف وبأسلحة خفيفة والحصار مستمر من الجو ومن البحر والإرادة العربية مستمرة رغما عن بكاء إيران ومسؤولها طيب أستاذ رامي الخليفة العلي هل فعلا دخلنا واقعا جديدا في اليمن أنا أعتقد ذلك أعتقد أن عملية عصفة الحزم خلال الأسابيع القليلة الماضية ومنذ انطلقت استطعت أن تحقق الهداف الرئيسية التي وعدت بها والتي كانت تصبو إليها أولا جردت الحوثيين من الأسلحة الاستراتيجية التي يمكن من خلالها أن تهدد المملكة العربية السعودية دعني أذكرك عادل وربما أيضا استكمالا لما طرح حتى الآن بأن الحوثيين كانوا يجرون مناورات قبيل عملية عصفة الحزم على الحدود مع المملكة العربية السعودية دعني أذكرك أيضا بأن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كان يهدد باحتلال مكة والمدينة دعني أذكرك أيضا بأن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كتب على تويتر بأن السنة القادمة سوف نذهب إلى المملكة العربية السعودية بدون فيزا وبالتالي في هذا الإطار يمكن فهم عملية عصفة الحزم أولا دعما للشرعية في اليمن دعما وبطلب من الرئيس الشرعي المعترف به سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي أيضا للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة خصوصا أن اليمن يمثل خاصة الاستراتيجية بالنسبة لهذه الدول أيضا اليمن وبإشرافه على مضيق باب المندب يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للغاية بكون مضيق باب المندب هو أحد أهم الممرات المائية في العالم وبالتالي دول الخليجة الدول العربية هذا التحالف العربي إنما كان يدافع أولا عن الشرعية في اليمن ثانيا عن أمن واستقرار هذه المنطقة ثالثا لمنع انزلاق اليمن إلى حرب أهلية خصوصا أن الحوثيين خلال الأشهر القليلة الماضية وتعني أذكرك منذ 21 سبتمبر الماضي كانوا يفرضون أنفسهم يدخلون المدن بالقوة وبالسيطرة العسكرية بالتحالف مع قوات المخلوع علي عبدالله صالح وبالتالي عملية عصيفة الحزم تمتلك المشروعية سواء على مستوى الحماية الأمن القومي لدول الخليج أو على مستوى حماية الأمن القومي العربي الآن ما الذي حدث خصوصا منذ يوم الأمس عندما تم الإعلان ليس عن انتهاء العمليات العسكرية وإنما على الانتقال إلى عمليات من نوع مختلف وهي ما سماه المتحدث باسم عملية عصيفة الحزم العميد أحمد العسيري لإعادة أو عودة الأمن وبالتالي هنا يتم العمل على أكثر من مستوى الأولا على المستوى الأمني ما تزال ضربات قوة التحالف مستمرة لدعم الشرعية لدعم ثلاثة أطراف أساسية عادلية التي تقاتل الآن على الأرض أولها هي القبائل التي تقاوم محاولة الحوثيين للسيطرة على المدن اليمنية ثانيها هي المقاومة الشعبية التي انتلعت في عديد المدن اليمنية في تعز في عدن في حضرموت في زنجبار وفي غيرها وثالثا قطع الجيش التي أعلنت موالاتها وتأييدها للشرعية وبالتالي لم ينتهي الحرب نحن الآن انتهت جولة ونحن بصدد الجولة الثانية والأخرى إذن دعني أسأل ضيفنا من صنعاء محمد الردمي أستاذ محمد بعد كل حرب بعد كل معركة يعني تكون هناك حصيلة يعني حديث عن الخسائر عن الأخطاء ربما لا ترتكبت هل يجري اليوم حديث في اليمن عن إمكانية تهور حوثي ويعني جر اليمن إلى هذا الوضع الذي نشاهده اليمن هل هناك على الأقل محاولة اعتراف ربما بأخطاء ارتكبت نعم طبعا يؤسفني أن أستمع إلى كلام كما طرح ضيفك الكريمان اليمنون ليس لديهم بينهم لديهم مشكلة الشعب اليمني مع الشعب السعودية ولا مع أي شعب من شعوب هذا العالم هذه واحدة إذا كان لدى السعودية أو السلطات السعودية مشكلة مع إيران فليذهبوا صوب إيران يعني ليس لديهم شأن في هذا الأمر علي عبدالله صالح الرئيس السابق كان يتمتع بعلاقة ممتازة مع كل زعماء العالم ومنهم الراحل رحمه الله الملك عبدالله بن عبد العزيز بمجرد أن غادر الحياة الملك عبدالله تغير كل شيء داخل بيت الحكم السعودي تجاه كل شيء ومنها إعادة الحياة لتنظيم القاعدة في اليمن وإعادة الحياة أيضا لإخوان المسلمين الذين وجه لهم الملك عبدالله رحمه الله صفعة قوية وظل يحاربهم حتى اللحظة الأخيرة حرست قليلا عن السؤال الذي طرحته أنا سألتك عن مدى هل هناك نقاش داخلي في الطرف الذي يدعم الحوثيين بصغة أخرى نقاش داخلي حول هذه المبادرات أو المبادرة أو الحملة الحوثية التي رأيناها في الأشهر الأخيرة هل هناك اليوم ربما اعتراف بأن أخطاء ما قد ارتكبت هناك كل ما يمكن أن تتخيله من تساؤلات ومن اختلافات في الرأي ومن نقاشات داخل اليمن لا شأن للآخرين بما يحدث داخل اليمن هذه نقاشات وحوارات سياسية ستقود إلى اتفاق كل القوى السياسية لماذا يتدخل الآخرون في شأننا بهذا الشكل هل ألف مواطن يمني يستشهد ويقتلوا وثلاثة ألف أربعمائة وسبعة وثمانين جريحة هذه هي أهداف هذه العاصفة تشريد ألاف الأسر اليمنية من بيوتهم ليدعونا لحالنا ويدعو أمر اليمن لليمنيين إذا كأوكد السعودية هل تريد أن تحمي اليمنين من الحوثين كما تقول أم تريد أن تحمي مصالحها وتحمي آل السعود هذا توضيح مهم حتى نبني عليه ما هي أهداف هذه الحملة تدمير البنية التحتية تدمير المنشآت محاصرة اليمنيين بوارج العدوان التي تقصف الآن بوارج العدوان السعودي تقصف الأحياء السكنية في عدن خور مكسر مطار عدن جبل حديد دعم القاعدة بأسلحة تنزل ببراشوتات من أجل أن يتسلمها تنظيم القاعدة ماذا تريد السعودية من اليمن بالضبط ربما ممكن نجيب على السؤال فضل ببساطة ما يتحدث عنه الأخ غريب جدا ماذا يريد أيضا ماذا تريد إيران في اليمن ماذا يريد الحوثي من أهل صنعة وأهل عدن ماذا يريد أهل عدن وأهل صنعة لنا شأن يا أخي لنا شأن لنا شأن حينما تصنع جمهورية إيرانية تابعة لإيران في جنوبنا في خاصرتنا حينما تجعلنا أمام أمام التهديدات المباشرة من سيدك الحوثي ومن غيره وحينما يعبث هذا الرئيس المخلوع بالنظام السياسي اليمني ويحاول مصادرة رأيه وتسييره لمصالحه وإثارة القلاقل بحيث أن يتم تشريع وجوده كرئيس مرة أخرى هو أو ابنه لا لنا دخل هذه مصالحنا ومصالحنا أن نساعد أخوتنا في اليمن نحن لم نذهب لليمن كدول عربية كدول عربية لا تدعي أنك تطول بحماية الشعب اليمني لا تدعيها ومستمرون في حماية الشعب اليمني كعرب وسنساعد وسنقف تماما أمام التمدد الفارسي الحوثي أيضا في بلادنا في جزيرة العربية نحن لا ننظر للحدود فقط على أنها لذا نقول أن هذا هو عدوان سافر أبدا ليس عدوان اسأل نفسك هل أنت موافق على ما فعله الحوثي في اليمن هل أنت موافق على ما فعله الحوثي من جرائم في صنعاء وفي عدن وما شأنكم أنت الآن تقتل كل اليمنيين سبب الشرعي هو الذي دعانا الرئيس اليمني الشرعي استصرخ العرب نادى بتدخلهم هذا الرئيس فقد شرعيته قبل عام فقد شرعيته هل الحوثي شرعية التي قدمتم هل الحوثي شرعية حينما يدخل سرعا ويسيطر على كل أجهزة الحكومية حينما تتساءل لا لنا الحق كعرب في مساعدة وجامعة الدول العربية نظام جامعة الدول العربية يفرض على الدول العربية أن تساعد بعضها البعض إذا كنت تعتبر نعم إذا كنت تعتبر أنت تتحدث عن واطنين يمنيين وتسميهم محتلين لا أدري كيف ينفع أن نطلق عليهم محتلين أنتم من تسعروا إلى احتلال البلد هل الشعب اليمني عندك الحوثي وعلى عبد الله صالح وأولاده هل عندك الشعب اليمني هو علي عبد الله صالح الحوثي هل تريدنا أن نتفرج يكفي التفرج تفرجنا في أماكن عديدة في العراق في سوريا في ليبيا في أماكن كثيرة تفرجنا وحينما تنادون أنتم اليمنين أين العرب أين العرب هناك تفرجنا عليه في فلسطين تفرجنا عليه في أماكن عديدة وحينما نتدخل لمصلحة الشرعية والمصلحة الاستقرار في اليمن وليقاف العباد الفارسي الإيراني تأتون لتقررون هذا عدوان ما شاء الله حينما لا تريدوننا أكثر من نصف كرن أكثر من نصف كرن يصرخ الفلسطينيون ولم تعيروهم أي اهتمام عرناهم اهتمام وسنعيرهم وسنعيرهم واليمن هو البداية هو مفتاح القوة العربية المشتركة أنت ترى الآن القوة العربية المشتركة أنت لا تواجه أل سعود ولا سعودية فقط أنت تواجه الدول العربية بأل ترى أن مثلا المغرب والأردن ومصر وكل هذه الدول رهن لأل سعود لا بالعكس هذه دول مستقرة وقوية ولديها قرار عربي وتتحمل مسئلة ليست رهينة لإيران ولا لأذناب إيران مثل حوثيك ورئيسك رئيسك الخائن عالج في الرياض وتمتع بكل الرعاية الصحية في الرياض وحينما عاد نكث بعهده لأنهم هكذا يتربون على ما تربيهم عليه طهران كان الملك عبد الله كان الملك عبد الله لو كان موجود رحمه الله سيفعل ما فعله سلمان سيفعل ما فعله سلمان سيفعل ما فعله سلمان والقائدة والقائدة التي تتحدث عنها العملية لا زالت ضدها كم قتل من زعيم في القاعدة إبراهيم الربيش قتل قبل هاتيها وقتلها بالحودي لم يقتلوا الحودي بل على العكس إيران هي التي تدعم القاعدة وزعماء القاعدة موجودين في إيران تشبكت ولكل من يحسن إلى هذا الشعب ويعامله باحترام تشبكت الأصوات والأفكار نعم سيد محمد لو سمحت تشبكت الأصوات والأفكار وتقنيا هذا يمنع من وضوح الرؤية أستاذ رامي الخليفة العلي هل صحيح أن العرب قد اجتمعوا أخيرا على تكوين قوة عسكرية تتحرك ولها شرعية أنا أعتقد أنه في هذه في مسألة عصفة الحزم بالتأكيد هناك اجتماع عربي هناك إجماع عربي إذا شئت يعني باستثناء إيران وأيتامها وصغارها في المنطقة لا يوجد هناك من يعارض عملية عصفة الحزم هناك إجماع عربي على أن هذه العملية تقوم للدفاع عن الأمن القومي لدول الخليج وعن الأمن القومي للعالم العربي بشكل عام وبالتالي هناك اجتماع للكلمة ولكن ربما في مواضيع أخرى يتعذر ذلك لأن هناك اختلاف في وجهات النظر في مواضيع أخرى ولكن الحقيقة أن يعني أستغرب أولا هناك معلومات يعني أن يكون هناك تحليل مختلف بوجهات النظر أن هناك اختلاف بوجهات النظر فهذا فهذا أمر مقبول ويمكن تفهمه ولكن عندما يكون هناك طرح لمعلومات ليست دقيقة أن المملكة العربية السعودية تدعم القاعدة المملكة العربية السعودية يمكن هي من أقدم الدول العربية التي حاربت القاعدة وما تزال تحاربها لا بل أن منذ أشهر قليلة طائرات السعودية كانت تدك أماكن أماكن وإيران موجود فيها قادتها وعوائل قادة العقاعدة ولكن فقط أن هذه المعلومة هذه المعلومة ليست دقيقة وليست مؤكدة وبالتالي هي مجرد افتراء هذا ما أعتقده الحقيقة نقطة ثانية أيضا أشار إليها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الحقيقة الغريب أن أكثر من يتاجر بالقضية الفلسطينية هم الذين لا يقدمون أي شيء للقضية الفلسطينية إيران تتاجر بالقضية الفلسطينية ولديها فيلق اسمه فيلق القدس ولكن أرجو سواء من ضيفك الكريم أو حتى من المستمع والمشاهد الكريم أن يذكر لي اسم شخص واحد من إيراني قتل في سبيل القضية الفلسطينية فتكفي المتاجرة لو سمحت لي بس بشارة فيلق القدس يقاتل في العراق صحيح وبالتالي المسألة هي مرترضة بالنفوذ الإيراني ما حدث عادل أن هناك تهديد حقيقي لدول الخليج دعني أذكرك بالخارطة الجيوستراتيجية إيران موجودة في العراق وقاسم سليماني يتنقل في المدن العراقية وكأنه يتنقل في مدن إيرانية الجيش الحرس الثوري موجود في سوريا وهو يقاتل وقتل عدد من القادة قبل أسابيع قليلة في جنوب سوريا حزب الله الذي هو دولة داخل الدولة بل هو دولة فوق الدولة في لبنان وبالتالي هذا ما هو موجود في الشمال ما هو موجود في الجنوب أن الحوثي يعلن خضوعه للولي الفقيه وللهيمنة الإيرانية وبالتالي هناك دفاع من جهة هناك دفاع عن الأمن القومي العربي والأمن القومي لدول الخليج ومن جهة ثانية المشكلة الأساسية أن هناك فئة أقلية في اليمن تريد أن تفرض نفسها على رأس هرم السلطة في اليمن بقوة السلاح وهذا الحقيقة أن اليمن لم يحكم ولا يحكم إلا بالتوافق السياسية دعني أذكرك عادل بأن اليمن يختلف عن بقية البلدان العربية على الإطلاق لأن الدولة العربية هي دولة مركزية ولكن الحقيقة أن اليمن هو دولة لا يمكن الفرض السيطرة بالقوة والتالي يجب إحداث توافق ما يقوم به اليمن ما يقوم به الحوثيين هو محاولة السيطرة المطلقة أستاذنا وأشار نقطة مهمة هل يريد الأخ الحوثي أو موالي الحوثيين أن ننتظر إلى أن يأتي قاسم سليماني ليجوب حدودنا في الجنوب كما يجوبها في العراق الآن وننتظر القاعدة حينما تتمدد في اليمن وتحارب الحوثيين والحوثيين يحارب القاعدة كما يفعلون الآن في العراق والسيد قاسم سليماني يأتي ليزور ويقود هذه العمليات هل ننتظر إلى أن يحدث هذا الوضع هل نتفرج على ما يحدث في اليمن ونصفق للحوثيين وعلي عبدالله صالح في هذا العبث ووجود القاعدة وتناميها لا لن ننتظر سنبادر كعرب سنبادر كعرب ويليتنا نبادر في أماكن أخرى لكن لندع القوة العربية المشتركة التي تتحدثت عنها الآن وتكوينها وتأسيسها هي بداية جيدة وهي الآن تفعل ما تستطيع فعلها الآن في اليمن هي الآن بداية في اليمن أنا الأستاذ محمد ردمي يضحك كلما ذكرت عبارة قوة عربية مشتركة أستاذ محمد لأنه هو تبع إيران نعتذر عن انقطاع الخط مع صنعاء ربما فاتتك بعض الأفكار التي قيلت هنا حتى نتقدم في خطط هذا النقاش قلت أستاذ محمد إن ما يحدث في اليمن هو من شأن اليمنيين فقط لكن عندما تقدم الحوثيون إلى عدن وعندما اقتربوا من باب المندب هل يبدو لك تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غريبا عندما يتحدث عن خط أحمر عن البحر الأحمر عن قناة السويس هل كان الحوثيون ينوون قطع الملاحة هناك طيب إذن في ضوء هذه الجزئية لنؤكد جميعا أو نتفق بأن كل من ساهم في هذا العدوان وعلى رأسهم السعودية جاءوا ليحافظوا على مصالحهم وليس لإحماية اليمنين هذه واحدة أما الرئيس المصري فعندما تحدث عن باب المندب كأمن قومي أو جزء من الأمن القومي المصري فقد ذهب وفد يمثل أنصار الله هنا في اليمن حسب ما تابع الجميع إلى القاهرة وطمأن المصريين بأن تخوفاتهم ومخاوفهم من هذا الأمر في باب المندب وممر الملاحة الدولية من هناك ليس لدى أنصار الله وهم يسيطرون على الجيش والدولة والبلد وبعد أن فر هذه إلى عدن ومنها إلى السعودية ليس لديهم أي نية لتهديد مصالح أي طرف في هذا الممر الملاحي كان تطمين واضح وإذا البقية من ساهم مع السعودية هم أحرجوا تحت ضغط ربما لم يقتنع رئيس المصري بهذه التطمينات والسيسي يتكلم ويقول أحرجوا والسيسي يتكلم ويقول باب المندب مهم لنا ويجب أن نضمن سلامته ويقول لي أحرجوا ربما لم يقتنع ربما بالنظر إلى مكان يجري ولماذا لم يعد نعم الصورة ما هو واضح في الصورة هو أن السعودية هي التي تنفذ هذه الغارات تقودها تديرها وعندما تريد أن تستند إلى مبررات تتحدث عن شرعية هادي الذي رحب بوجود الحوثيين في صنعاء وفي عمران وقال أهلا وسهلا أنتم يمنيون ولستم محتلين والآن أصبح هادي هو هذا الرجل الموجودين في باب المندب كلها سفن وزير 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 وصطول مصري أين هالحال الحقيقة موجودين مصريين المصريون موجودون بسفنهم الحربية في باب المندب أبعاد المياه الإقليمية تم توجيه الإقليمية في هذا الممر موجود فيها كل موجود فيها نعم نعم موجود فيها الروسيا موجودة الأمريكا موجودين إيران موجودة المصريون موجودين كل من له مصلحة في هذا الممر لأنه ممر هام وحيوي موجودين في هذه المنطقة أين المشكلة؟ كلهم يحافظ على مصالحه هل تستطيع الآن سفينة إيرانية تدخل عندك في ميناء يمني؟ هل تستطيع؟ لأن هناك حصار مضروب على اليمن سفينة تنقذ سيدك الآن بجميع مجموعة أسلحة هناك حصار هناك حصار هناك حصار على اليمن لا مواد غذائية لا مواد طبية لا وقود كل شيء من أجل تجويع وتركيع هذا الشعب نحن نشتم رائحة غير في قلوب جيراننا تجاهنا لا ندري لماذا منذ أن جاء الملك سلمان وحاشيته هذا غريب أذكر فقط بنقضة إذا سمحت لي سيد كريم وزير خارجية حكومة الأشباح في الرياض رياض ياسين اعترف قبل أسبوع بأنهم قدموا أموال كبيرة لحلفائهم في عدن سماهم بالميليشيات ولكنهم عندما احتاجهم أغلقوا تلفوناتهم ضحكت المذيعة في ذلك الوقت وقالت أنتم في قصور الرياض تديرون المعركة بهذه الطريقة وتطلبون من الآخرين أن يواجهوا في معركة ليست معركتهم ولا يعرفون ما هي العنوين في هذه المواجهة طيب أستاذ رامي الخليفة العالي يعني طبعا الأستاذ محمد الردمي هو مدير عام قناة اليمن اليوم هذه القناة بثت صورا عما تعتبره عدوانا بثت صورا عن عما حدث يعني صور عن أطفال قالت القناة إنهم قتلوا تحت هذا القصف ألا يخدشوا ألا تخدشوا هذه الصور وهذه المظاهر شرعية التدخل العربي في اليمن دعني أذكرك عادل أنه قبل ثلاثة أيام صدر قراءة من المجلس الأمن يعطي الشرعية الكابلة لعملية عصيفة الحزم وللتدخل العربي في اليمن وبالتالي هذه العملية ربما على عكس الكثير من الصراعات التي تمت في المنطقة تحظى بغطاء خليجي بغطاء عربي بغطاء إسلامي دعني أذكرك أيضا بالتصريحات التي تصدر عن بعض المسؤولين حتى في الباكستان والتي قال برلمانها أنه يريد حلا سياسيا ولكنه أعلن بأنه يدعم أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وبالتالي هناك غطاء عربي هناك غطاء إسلامي وهناك غطاء دولي لا يمكن لأي شيء المال السعودي لو كان المال السعودي يمكن أن يشتري دولة المجلس الأمن أيضا يشترى بالمال أعسية يشترى بالمال روسيا رفيقتكم وقفت مع القرارة أما ما يحدث دعنا نعود إلى المسألة من أولها هذه الحرب من تسبب فيها يعني خلال الأشهر الماضية جرت محاولات كثيرة لفتح قنوات حوار قبل عملية عصفة الحزم مع الحوثيين لا بل أن المملكة العربية السعودية أبقت على قنوات الحوار مع مختلف القوى السياسية دول الخليج أيضا أبقت على قنوات الحوار حتى مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قلات الحوار معه من أجل إيجاد الحل السياسي من أجل أن يتوافق اليمنيون على عملية سياسية وقد وصلت المبادرة الخليجية في تطبيقها إلى اللحظة الأخيرة دعني أذكرك عفوا إذا سمعت دعني أذكرك أن الحوثيين خطفوا الدستور مسودة الدستور في اليمن عندما تم الانتهاء منه وهذه هي الخطوة الأخيرة فقط بمعنى أن الحوثيين بما أنهم أتباع لإيران كل ما يريدون هو السيطرة على اليمن وتهميش باقي القوى السياسية وهذا لا يمكن أن يقبل به ما يحدث هو بطريقة أو بأخر انتقام من علي عبدالله الصالح من قبل المملكة العربية السورية نعم أنا أعتقد فقط فقط إذا سمحت لي أن علي عبدالله صالح يضعف على رأس أولوياته هو أن يورث اليمن له ولعائلته ولأولاده ولأبناء عمومته 90% دعني أذكرك عادل من ضباط الجيش اليمني هم من مدينة ومن قرية علي عبدالله صالح ومن أقاربه أبنائه وأبناء عمومته وبالتالي الهدف بالنسبة لعلي عبدالله صالح هو البقاء في السلطة ولكن الخطيئة الكبرى التي ارتكبها أنه تحالف مع الشيطان تحالف مع إيرانيين وهذا ما ترضى أنا أقرص المسألة تفضل علي عبدالله صالح هو من أراد الانتقام من السعودية عبر أو من الخليج عموما ومن العرب بعد المبادرة الخليجية والتي أبعدت سيد هذا الرجل الإعلامي لمعنى عن الحكم وجعلت الشعب اليمني عبر مكونات السياسية يختار خليفة جديد ويختار شرعية جديدة أعتقد أنه بإمكانك أن تكون أن تختار ألفاظا أكثر للاياكا نحن في برنامج محترم ممكن نعم نعم الحقيقة هي التي أو الحقيقة أن علي عبدالله صالح أراد الانتقام من الخليج بالتحالف مع الحوثي وإيران وأراد الانتقام للعودة وأراد أن يبعث الذعر في قلوب الجميع وكان هذا الاختيار سيء جدا كان متوقع أن السعودية ستصمت أو ستوداري خاطرة ولن يكون هناك تدخل قوي من أو انتباه من الخليج بشكل قوي وأيضا من الدول العربية الأخرى نحن نعرف تماما أن مصر تقاتل بجيشها وتحرص ما بالمندب أن الأردن موجود بطيارات أن المغرب موجود أن الدول الخليج كافة موجودين موجودون بقوة لحماية القرار العربي في اليمن علي عبدالله صالح اختار إيران فعليه تحمل لأن نعرف الحوثي هي أداة بسيطة استعمالها علي عبدالله صالح ووفر لها السلاح والمعسكرات التي دمرت من قبل التحالف وحينما يتباك الأخ حينما يتباك الأخ على الضحايا حينما يتباكون على الضحايا هل أدى بيد إيران أم بيد علي عبدالله صالح يعني لماذا هذه الله ستباك علي عبدالله صالح يعني ما كيف تقرؤون المسجد داخل اليمن الجميع يدار من اليمن الجميع يدار من اليمن لأن علي عبدالله صالح خسر خسر التحالف الخليجي وخسر ورقة الخليجي ومعد عن إيران ومعد عن الحكم إيران رأت في هذا الرئيس الغبي الذي تخلى عن وطنيته وتخلى عن ورأت في الحوثي ومطامعه واستغلتهم جبك تعلم عبد الملك الحوثي كان يدرس في إيران وغيره من يدمر بلده أما عن الضحايا أما عن الضحايا أما عن الضحايا أما عن الضحايا في مناطق أخرى هؤلاء أيضا ضحايا لا يتبكون عليهم أما عن الآن يستخدمونها نعم تفضل أستاذ محمد ردمي ولدي سؤال نعم واصل فكرتك ثم أسألك فقط بالنسبة آخر من يتحدث عن التوريث والديمقراطية هم آل سعود نحن فريقين في نظام وراثي وملكي وفردي في السعودية وبالمقابل هناك نظام جمهوري ديمقراطي وحربيات في اليمن هذه من أهم الأفكار التي إذن فاقد الشيء لا يعطيه لا ينبغي أن تتحدثوا عن التوريث وأنتم أصلا لم تشتمون السائمة الديمقراطية لا من قريب ولا من بعيد هذه وحش اسمح لي أنا سمحت لك اسمح لي اسمح لي علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح بناء على تنسيق من رجلين حكيمين الملك عبدالله وعلي عبدالله صالح في 2012 توصل إلى اتفاقية استند الجميع إليها وهي الاتفاقية الخليج الاتفاقية الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبناء عليه ذهب علي عبدالله صالح بنفسه لوقعها في الرياض من أجل أن يخرج البلد من نفق مظلم وكان بإمكانه أن لا يفعل في ذلك الوقت لأنه كان القائد لعلن للقوات المسلحة بعدها سلم السلطة سلميا وأصر أن يقدم لليمنين وللعالم صورة مشرقة بأن هذا البلد الديمقراطي الذي يتنفس حرية بأنه بإمكانه أن يأتي رئيس ويذهب رئيس لا كما الحال عند الجيران ثم نأتي اليوم لنتحدث أن علي عبدالله صالح يريد أن يعود للحكم أو أن يورث هذا الكلام متأخر جدا أخي الكلام أستاذ محمد الردمي لدي سؤال سؤال مدومت تقول أن ما يحدث في اليمن هو من شأن اليمنيين دون سواهم هل تنفي وجود تأثير إيراني في اليمن تأثير من أي نوع وبأي صيغة تأثير مباشر على الحوثيين وربما على علي عبدالله صالح لنفترض جدلا أولا الحوثيين هم فصيل ميمني موجود في الساحة السياسية وهناك فصائل أخرى كالإصلاح وحزب والإخوان المسلمين ولديهم مرجعيتهم أيضا الدولية لم يتحدث عنهم أحد ففصائل أخرى لديها أيضا مرجعياتها ودعمها من خارج اليمن إذن لماذا فقط نتحدث عن هذه المساحة لأن السعودية لديها مشكلة مع إيران أساسا ولذا قلت في البداية إذهبوا صوب إيران ودعونا وشارعنا على صنعاء ودمر بيوتها واستباح وحارمها يعني من العقل العقل هنا هل السعودية لديها فصيل في اليمن قام بالسيطرة على صنعاء وقال الرئيس المشروع وسجنه وبدأ يقتل في العالم ويدخل في المحافظات محافظة وراء محافظة ويستولي عليها لا السعودية لا علاقة بالرئيس الشرعي فقط ورئيس الشرعي اليمني هو الذي دعا العرب للتدخل ودعا مجلس التعاون لم يدعي السعودية فقط السعودية أيضا كما تقول الحوثي طرف بفصيل السعودية أيضا جزء من منظومة عربية تقف الآن لمساعدة اليمن ترفض ويرفض غيرك ويرفض علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح نعرف تماما أنه هدف الحكم الحوثي هدفه هو ما تمليه عليه إيران الحوثي درس وتدرب وتمول ومول من قبل إيران كل هذه المعلومات موجودة والحوثي نفسه يرفع شعار حزب الله وعلم حزب الله ويخرج ويخرج وعبد الملك الحوثي أيضا يخرج من استوديوات حزب الله وقناة المسيرة تمول وترتب من قنوات من قنوات حزب الله من مجموعة الإعلامية التابعة للمكتب الإعلامي للثورة الإسلامية التابعة لخامني وممول نحن نعرف تماما لا تستغبوا هذا الشعب اليمني والشعوب العربية نحن نعرف أن هناك مشروع فارسي في اليمن ونقف وسنكمل نتقدم مع الأستاذ رامي الخليفة العلي تفضل أستاذ رامي لم تسألني يا أخي الكريم لم تسألني ما أردت سألتك سألتك عن الموقف الإيراني وبصراحة لم أتلقى منك يعني يعني جوابا يعني سألتك هل هناك هل تعترف بوجود تأثير يعني إيراني مباشر على ما يجري في اليمن لا يمكنني أعترف ولا خطفوه يعني هناك أسئلة أخرى هناك أسئلة أخرى سؤال سؤال أستاذ رامي ليس لدي معلومات عموما إذا كنت تريد معلومات طيب أبدا ليس لدي أي معلومات أستاذ رامي أستاذ رامي الخليفة العلي هل اختبرت إيران هل اختبرت يعني السعودية على الميدان اليمني صحيح الحقيقة أن هناك تغير حدث ربما هناك تغير في طبيعة المعالجة العربية للقضايا التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما تعلم أن إيران تغلغ لات الحقيقة في عديد الدول العربية ومن لا بل أن أحد قادة الحرس الثوري قال بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء بأن إيران باتت تسيطر على أربعة عواصم عربية على صنعاء ودمشق وبيروت أحيانا والصمت الذي استفز كثيرا مشاعر الشعوب العربية بأن الدول العربية لا تقوم بردة فعل أمام ذلك التغول الإيراني وأمام ذلك النفوذة قلت بغداد بيروت دمشق لكن صنعاء أنت الآن دخلت شبه جزيرة العربية تماما تماما وبالتالي ربما هذا ربما هذا كان ناقص الخطر الذي أثار دول الخليج وجعلها المسألة ليست دفاعا حتى في جانب متعلق بأليمن هناك دفاع عن الشرعية في اليمن وعن البحث عن استقرار وأمن اليمن ولكن هناك جانب متعلق بوجود دول الخليج عندما تسيطر الإيران على شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية فهي تضع دول الخليج ما بين المطرقة والسندان وبالتالي كان هناك تفهم لدى الدول الغربية وفي العالم العربي للتدخل الخليجي عبر عاملية عصفة الحزم بأنها تدافع عن وجودها وبالتالي من هنا يمكن أفهم أما العلاقات مع إيران لا شك بأن المنطقة العربية والشعوب العربية دخلت في صراع طويل مع إيران أعتقد أن ما نشهده الآن في اليمن ما هو إلا جولة من ضمن جولات قادمة لأن هناك عاملان أساسيان يحركان السياسة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط العامل الأول وهو عامل أيديولوجي والحقيقة أن التهديد الإيراني ليس تهديدا على النظم السياسية فحسب وليس تهديدا على أمن واستقرار هذه الدول العربية ولكنه يمس الاستقرار أو يمس النسيج الاجتماعي في كل دولة عربية هذه الدول العربية في الشرق العربي خصوصا هي عبارة عن فتفساء تتحدث عن الجانب الطائفي تماما شيعة ضد سنة شيعة وسنة وبالتالي إيران تستخدم الشيعة العرب لتحقيق أهداف ولتحقيق نفوذ وهي تقول ذلك هي المسألة ليست مخفية هم يقولون بأننا نسيطر وأن لدينا الكلمة العليا في الشرق العربي وخصوصا سواء بما فيه دول الخليج العربي هذه ناحية الأولى ناحية الثانية وهي النزوع الإمبراطوري الذي بدنا نراه في الجانب الخليجي هناك محاولة لفرض النفوذ سواء على الشرق العربي تحدث الرئيس الإيراني روحاني في آخر خطاب له ماما استعراض عسكري بأن الأساطير الإيرانية تجوب البحار وأنها موجودة في خليج عدن وفي ذلك إشارة لا بل أنه طلب تحريك القوات الإيرانية البحرية إلى خليج عدن كاستعراض للقوة وبالتالي هنا المسألة ربما في جانب يمني بالتأكيد تضع كل الدول العربية اعتبارها بالحفاظ على الشرعية بعدم السماح بخطف اليمن خارج محيطه العربي والإسلامي ولكن أيضا هناك جانب له متعلق بالأمن الاستراتيجي لدول الخليج العربي لا يمكن أن تتغاضى أن تتغاضى عنه دعني أذكرك أن حتى من يدافع عن أمنه القوي من يدافع عن وجوده يلقى احتراما من الدول العالم عندما قامت روسيا على سبيل المثال باحتلال شبه جزيرة القرم وهو احتلال بكل ما تعني الكلمة من معنى دول الغرب لم تستطع أن تقوم بأي شيء هنا نحن لا نتحدث عن احتلال ولكن نحن هنا لا نتحدث بأن تقع فريسة للهيمنة الإيرانية وفي هذا الإطار جملة أخيرة بسمحت لي عادل أن هنا حاصفة الحزم هي رسالة تتمنى دول الخليج أن تصل إلى حكام طهران بأسرع وقت لأنها توفل الكثير من الدماء والمال في هذه المنطقة دعني ضيف نحن في الخليج العربي بالفعل لا تقاطعني يا أخي سأعطيك الكلمة لا تقاطعني دعني أكمل إطمئن 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 ما زال أمامنا يعني على الأقل خمس دقائق لديك وقتك لكن أنا أريد أن أضح وقت دقتها فرق بيننا وبين إيران أننا حينما نحن لسا لدينا أجندة طايفية نحن نقاتل داعش سنية مضبوط في العراق وفي سوريا نقاتل قاعدة في كل مكان من أفغانستان وباكستان وحتى في اليمن ولا نقاتل لأن هذا الفصيل سني أو شيعي فنقاتل لأن هذا الفصيل إرهابي ضد الإنسانية وفي قرارات دولية ضدها وحينما تريد إيران أن تأتي إلى اليمن عبر هؤلاء الذين منهم البعض من الحوثيين وعلي عبدالله الصالح وغيره حينما تأتي إيران وتدعمهم وتمولهم وترسلهم السفن بالأسلحة لتصنع منهم فصيل قوي مثل ما فعلت مع حزب الله وغيرها ومثل ما تفعل في العراق يجب أن نقف ضد هذا الشيء لن نعرف تماما أن نحن الضحية المقبلة إذا لم نقف ونكافح هذا الإرهاب السني والشيعي فسوف نذهب أدراج الرياح الأمر الآخر إيران نفسها وضح عاصفة الحزم وضحت للشيعة قبل السنة أن إيران تمولك لتعبذ ولتفتن ولتعمل كل عمليات الإرهاب لكن لا تمولك لتبني لا تمولك لتعيش بسلام لا تمولك لتعمل فصيل مثل الحوثي وغيرها وغيرها لكن الخليجين الخليجيون الخليجيين في اليمن بنوا وعملوا مدارس وعملوا مستشفيات وعملوا مطارات وعملوا موانع إيران وينها كانت لا ما كانت موجودة كانت عبر الحوثي تمولها بالأسلحة حتى في العراق يدلك على إيران كيف فشلها في العراق هي تمول فصائل كلها مشيعية متطرفة وثبتت ضعفها حتى هذه لما طالبوا التحالف والأمريكان بأن يأتوا لضرب تكريت لأنهم فشلوا فشلوا أمام كم فشلوا أمام ثلاثمية شخص في تكريت تقصد تنظيم الدولة الإسلامية نعم فشلوا أمام ثلاثمية شخص في تكريت هذا الغول الامبرواطوري الثالثي الذي يريد أن يستخدم الدم العربي أو العربي ضد العربي حتى لا يشعر الأستاذ محمد ردمي يعني بالغربة إطمئن وسائل التواصل يعني عبر الأخمار الإصطناعية تجعلك قريبا جدا من هذا النقاش تفضل أنت يشعر بالأوروبا طيب الكلام للضيف العلي بالفعل يؤكد أن النظام السعودي لم يكن يحمل يمنيين في عاصفة الحزم بل يوجه رسائل لإيران على حساب دمائنا حساب حياتنا واستقرارنا وضيفاك الكريمان لا يعبآن ولا يأبهان لكل هذه التحاصيل المتعلقة بحياة الإيمانية إذن صفوا حساب أجل الذين تقتلون أن تقول تذلك أنا أرجو أن تستمع بشكل جيد صديق الكريم نعم واصل سيد الحمد واصل واصل من فضلك كيف تقاتلون القاعدة كيف يقاتل النظام السعودي القاعدة وتنظيم القاعدة جاء من رحم فكرة شيطانية ولدت في هضبة نجدة القاعدة في اليمن اليوم تتلقى دعم وأسلحة من الحدود اليمنية السعودية هناك تجهيد هناك تجهيد الآن في مارف لبعض القاعدة لبعض القاعدة التنظيم في السعودية يلومون في السعودية جماعة القاعدة يلومون الحكومة السعودية أنا ما تدعمهم كان ما أبقى ولا حوثي عندك يقاتلون القاعدة تفضل في حدث الغرب ندعم التصرف على المستشفى كل معظم الذين شاركوا في هذه العملية وقتل الأطباء والأبرياء والمرضى في غرف العمليات كانوا من السعودية هذا الفكر الشيطاني فيهم يمنين أيضا يمنين فلماذا تدعمهم فلماذا تدعمهم اليوم لماذا تدعمهم اليوم ولماذا تصدرهم تدعموا الإرادة التي تصدف قادتهم كما فعلتم في سوريا جنتتم جنتتم في سوريا أخرجتم السجناء من تنظيم القاعدة ودهتم بهم إلى سوريا لدمر بلد عربي تحت أي بند الآن تريدون أن تكرروا التجربة هنا في اليمن ما الذي صنع المليون بكم أساسا دعونا نعيش بسلام نعيش بسلام نريد أن نعيش بسلام في هذا البلد دمرت منشآت سعودية دفعنا دماء مثلكم ضد التطرف لا تدمروا هذا البلد فقط لأن لديهم مواجس وأموال أستاذ محمد دردمي أنت في اليمن أنت تدعم التطرف الآن في مارب وفي حضر موت أنت تفسر الآن هذه الاتهامات المتبادلة أستاذ الدعزيز فقط لأنك مفرد من إيران ومن علي عبدالله صالح أستاذ محمد ثبا لكم هذه الاتهامات المتبادلة لن تسمح لنا بالتقدم ونريد أن نتقدم ونريد أن نفهم هكذا نستشرف ملامح يمن الغد كيف سيكون أبناء شعبي يقتلون بطيران السعودي أبناء شعبي يقتلون قبل يومين تفجير غريب من نوعه في منطقة عطان السكنية راح ضحيته وثلاثة وخمسين شهيد أكثر من ستمائة جريح بصواريخ غريبة لم نشهدها